أحيى مصمم الأزياء الشهير رارف لورين مناسبة مرور خمسين عاما على دخله هذا المجال بحافل امتلأ بالمشاهير في منتزه سنترال فارك بحي منهاتن في نيويورك وأقام الدار الأزياء الأمريكية الشهيرة عرضا للأزياء وعشاء حضره بعض أبرز الأسماء في عالم الترفيه والإعلام والموضى وكان من بين الحضور النجم روبرت دينورو والنجمة آنها ثواي وإلى جانب المخرج ستيفن سليبرغ موسيقى موسيقى الهتمام اشتركوا في القناة